برضو يا رضا يعني المباراة القادمة كيف استطيع او كيف تنظر بقى انت ملاكش دعب كولر تنظر للمباراة اللي جاية انا بشوف ان يعني لو انا بلعب هنا في القاهرة مع الضغط الجمهور مع العدد اللي هيبقى موجود انا محتاج ادخل الحتة الزون الامامة ان انا هضغط عليه من التلت اللي فوق في اول تلت ساعة وحاول بكل قوتنا لازم اتجيب هدف بدري ده مهم جدا لازم تكمل ضغط ما عندكش حلول تاني ما عندكش حلول تاني ان انت ترجع وتستنى هيسيبه يلعب خلاص انا هلعب في التلت ده انا ما عندكش حاجة تعملها تاني او ما عنديش ان انا رجع والعب في التلت برضو الدفاعي فوسط لا مش هينفع فانا محتاج ان انا اضغط في التلت الامامي ومحتاج ان انا وانا بضغط وبشتغل في وقت مهم جدا هو تتدوير الكورة عندك ولا عنده عندنا حتى وانا بشتغل يا الفكرة كلنا انا مش عايزك تشتغل برتم عالي اطلع علي مالولي يشتغل بالحرد ومش عارف اوف وراته لا في وقت اعمل ايه اشتغل ده وحيخلص حيخلص طبعا لازم تعمل ايه بعد ما تعمل هجم منظمة كويساوي ابدأ عامل ايه انقل واتحرك وانقل وروح ناحية تانية وهكذا مهم جدا السياسة تدير تسعين ديئة مهمة جدا لمنطش اللي جاي وتدير تسعين ديئة دي برضو تبقى مدرب كل حاجة لا تدير اللعيبة اللعيبة نفسها مش المدرب برافو عليك لان انا النهاردة كنت باشوف في بعض الاوقات للأسف احنا معندناش الحقفة مش عارف اجيبه ولكن كنت بتشوف في بعض الاوقات اللعيبة جاية بتباصي تاك تاك لعيبة سانداونز واقف بالضبط جدا يمسك الكرة ويقف وبعدين يبص حواليه خمس خمس ست مرات وبعدين يلعب لجاب وهو واقف متحركش في الكرة ترجع له تاني وهو واقف يبص الناحة تاني وجاي لعيبة وبعدين تجي له وهكذا نادرا نادرا لما هتشوف حد من سانداونز بعمل ستين متر أربعين متر نادرا مش هتلاقيه كلهم بيعملوا كام عشر متر عشرين عشرين عشر 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 عشرين ليه قريبين من بعض قريبين وعملين شكل اللعيب هنا والتنين اللي ترافضوا ده ما موجودين الشجر في كل مركز هتلاقي الشكل ده فهو هم عنده مشكلة عنده حلول بتحرق خطوطين مين خطوطين شمال لأ ومتحركوا في العبان هنا في كرة جات لريدا سليم الشوطة التاني وديانج مكمل كمل يا ديانج لأ وقف فبقاش رضا مش شاف حد بالزبط فوقف بيها برضو أو مش فاكر كمين ناحية الشمال لأ انت في أي حال لو رضا سليم موجود بكرة لازم يبقى عندي راس حربة موجود قدامه راس حربة بيشتغل معاه أو على جنب عشان يشتغل معه وراجل المرة 8 والباك بتاعه في ظهر صحيح هل الشكل ده انت هتشوف على طول لا طبعا مش هتشوفه كتير انا اقصد ان انا برضو عشان انا معتمد على الحب الدفاعية ومن هنا هبدأ برضو اللي جاي اللي جاي اللي جاي هتحتاج تشتغل عليه في الجزء الأمامي بضغط من أول ربع ساعة دي لازم يعني انا شاف ان المطش اللي جاي ربع ساعة ربع ساعة مهم جدا بعد الربع ساعة مهمة جدا ان انت تنقل انا مش عايز وانا تعبان تبقى الكرة معايا لازم تبقى معينا تبقى معينا زي ما هو كان عامل بالزبط كده كان تعبان كان واقف وبيباصل اللي جابه والجابه بيباصل واللي بيضيع وقت يعني هو ده ده منها ان انا اريح بريح وانا في نفس الوقت انا الكرة هي كرة واحدة طول ما الكرة معينا ما هديش مشكلة اه فانا طول الوقت انا ازاي اعمل البرس شاحمد حسن ربع ساعة مش هيزيل حاجات دي بقى لا ده احمد دي فانا انا عايز احتاج ان انا اعمل بريس قوة جدا وشغله كرة عالي جدا ولكن في وقت ان انا تعبان لازم اعمل استحواز استحواز ده بيأثر نفسيا على الفرق اللي قدامك سانيا بيخليك انت هم مرات ارتبع خمس مرات النهار بالضبط هي كرة كده هي كرة بقت كده انت ازاي تدير تسعين دقيقة انا كل بصص انت في الاول وفي الاخر الكرة تقريبا 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 في الفرق الكبيرة بتروح لك ربع ساعة وبتجيله ربع ساعة ولكن انت رجعلك انت ربع ساعة بتبدأ رايحة جاية كده الفرق اللي هي بقى بتعمل فرق بتاخدها نص ساعة بعد تهلك لربع ساعة يعني ايه دايما انت تلاقي فرق واخد الكرة ربع ساعة ضغطة وهيلي بتهاجم وفجأة تروح ساعة بهالك وانت اللي هيعمل ايه تشتغل لانه ما يقدرش يعمل ضغط وبريس نص ساعة كتير ما يقدرش ما تقضر فبيعمل ايه فبيعمل ايه فبيتعب بيروح راجع فين ورا فانت بتبدأ تاخد الكرة وتبدأ انت هتهاجمه شوية هي الفكرة التبديلة دي موجودة دايما فانت ازاي بقى تدير بقى والكرة في الحالة وانا برجع ومعايا الكرة زي ما عملي استحوذ عشان يباش مع هو الكرة وعرف اشتغل الطاقم الهجومي ناحية الهجومية كاربا عنده حاجة خفيفة كده في رجله حاس بيها فحنشوف هيبقى موجود ولا مش موجود المطش اللي جاي اعتقد حفر كتير جدا امام برضو لسه لم يتحدد موقفه اعتقد امام لو كان موجود كان فرق كتير جدا برضو في وسط الملعب او احمد حسن كوكا برضو كان كان حفر كتير ملعب في ظل هو برضو انا شايف ان هو عمل حاجة غريبة النهاردة ودائما في الطبيعي بتاعه بيلعب بتلاتة في وسط الملعب النهاردة ملعب افشة تحت منت قلتها عشان يمسك الكرة توقعي ان هو عايز يعمل ايه انا هدافع هو ده الوحيد اللي بيطلع لك الكرة سليمة فهياخد وليبدأ حتى عشان كده رادة سليم لعب رادة سليم بادئ حط الكرة قدام هو بالاخص او برس تاو مثلا فنقصد ان هو لا هو كان بيلعب على على النقلة دي بس دي ما حصلتش عشان اه الحالة العامة كانت في اللعيبة ما كانتش اه اول حتة دفعية كانت واخدة اه طبع طبع بس انا بشوف ان حسيني الشحات مهمة جدا جدا تكتكية اعتقد نوع حاجة ده اعتقد يعني اه وامام ميزة امام ايه بيدفع كويس بيهاجم كويس وبينقلك يعني دايما اللعيب اللي بينقلك تكلمنا في الاول للتلتة تلات دول انا هاشتغل انا عايز اشتغل دايما في التلتة اللي فوق امام اول قرار بياخده ايه بص لقدام انا فوق اه بص لقدام هاخد فاول صح اخد اعمل لك دوشة اعمل لك اقف على كرة ارقص شوية فابدع طلع فلاس تبدأ تطلع نعم لو امام بيطلع وبتطقطع هتبقى مشكلة هتتردد سرعة فانقصد ان من مميزاته ان هو بيقدر يقضر يقف على كرة بشكل كويس يقدر ياخد فاول يقدر يعملك دايما انه بياخد عنده الحتة البدن كويسة جدا فيقدر ينقلك الانقالات المهمة بالنسبة لك يعني فابدع وحسين زاكي جدا تكتكيين تكتكيين دي مهمة جدا هو زاكي بيعرف يعني انت رأيك المطش الجاي يعمل ايه كيف يفكر من ناحية تشكيلي يعني اللي جاي ما عرفش كهرباء ايه واصل كان فيه مسلا بعض القراء النهاردة بتقول انه يعني كان تغيرته القول ايه لازم يطلع سلاح محسن ويحط برسي تو في الامام وينزل حسين الشاحب ده انا كان رأيه برضه اه يعني كان التغيره دي افضل لان المطش المطش محتاج هتاخد من برسي تو هو بيلعب راس حربة مش راس حربة قدم هو لعيب يعرف 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 عكور يعني كانت مهمة في التوقيت ده اللي هو عايزه هو تقريبا تقريبا طريقة اللعب ما كانتش مناسبة للرسحار لان اللي باطلع عليه ولا بعمله اوفيرات بالعرض ولا بوديله في حتة في مساحة حتى لو انت هتدي في مساحة هو مش ده اللعيب اللي هيروح في مساحة ما عنده سرعة فانت محتاج حد سريع محتاج حد زي حسين يدقل يعمل لك ياخد فاول بيعرفي وفع الكورة بيعرفي رقص بيعرفي يعني اقصد اني اوقات انت بتحتاج تهير في شكلك على حسب زوء الوضع اللي انت فيه مش لازم يبقى بالتصدف هو لم ننظر لهذا الامر الحقيقة هو نظر لان محمد طلع محمد هاني ونزل لأكرم توفيق اللي هو واحد يعني هو لان نص ساعة وكان الافضل اكرم 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 عنده ميزة مهمة جدا اكرم تمرينه زي المطش فانش من الناس اللي أنا بقى لأ لما بينزلوا في اي وقت يعني انا قلت النهاردة بس انا عشان اعرف اكرم فمش فرق معي لي لان اكرم التمرينة الخفيفة هي هي تمرينة المطش فمش هتلاقي فرق مش هتحس الفرق يا بي